أهلا بك يا أصحابي دلوقتي ببلوم هيخضنا ويطير في مغامرة جديدة مع يحيا وكنوز بالسينو عارفين حكاية النهاردة بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن الدولة الوسطى يلا بينا نشوف احكوا لي عملته إيه؟ الزيارة كانت حلوة قوي يا سينو وعرفنا معلومات كتير المتحف المصري من أقدم المتاحف الأسرية في العالم تم افتتاحه 1902 يعني عمره حوالي 119 سنة لحد دلوقتي لما تدخل المتحف المصري من جوة كأنك دخلت معبد مصري قديم وده لأن تصميم المتحف متأثر بفن العمارة عند المصريين القدماء المتحف متأسم لأكتر من مجموعة مجموعة ما قبل الأسرات والدولة القديمة ومجموعة الدولة الوسطى والدولة الحديثة احنا كنا تكلمنا قبل كده عن الدولة القديمة هقولولي بقى مجموعة الدولة الوسطى في المتحف المصري دي فيها ايه؟ فيها ايه؟ تمثيل لسنو سرت الأول ومن محاة التالت وتمثيل الكاهن يويا وزوجته تويا الكاهن يويا عاش وقت الدولة الثمنتاشر وبعد زواجه من تويا خلفه فتاة جميلة سموها تي ولما كبرت تي بقت فتاة قوية وبتحب الصيد أنا عارف يا سينو كانت بتصطدق سود الفتاة اتجوزت من الملك أمونحوتي بالتالت وأنجبت أمونحوتي بالرابع أمونحوتي بالرابع ده هو أخناتون صح يا سينو؟ صح يا كنوز فترة حكم أخناتون كانت مختلفة عن كل الملوك اللي قابله واللي بعده أخناتون دخل في صراع قوي مع كهنة أمون ورفض الاعتراف بهم في فترة حكمه وأم السيدة تي كانت بتسنده رغم خوفها عليه عشان كده لقبها أخناتون بالسيدة العظيمة من المعلومات اللي عرفناها خلال الجولة في المتحف أن موميا تي اكتشفها العلماء فواد الملوك سنة 2010 ماقول فضلت مكانها آلاف السنين وعشان كده دايما بنقول أن اكتشافات الحضارة المصرية مش هتخلص أبدا لحد الوقت كل يوم بيكتشفوا سر جديد من أسرارها أنت كنت وعدتنا يا سينو تحكي لنا عن اللي حصل بعد عصر الدولة القديمة بعد نهاية عصر الدولة القديمة مرت كمت بفترة صعبة انفلت زمام الحكم وانتصرت الفوضى في البلاد والوحدة اللي حارب الملك مينة عشان يحققها كانت في خطر كبير فضل الحال هو الحال لسنين وسنين لحد عهد الملك منحطي بالتالي في الأسرة اللي 11 واللي قدر مرة تانية يوحد البلاد ويحمي حدودها ويقضي على أي فوضى كانت موجودة من هنا بدأ عصر جديد في كمت وهو عصر الدولة الوسطى أنا قريت عن الملك منتحطه بالتاني وعرفت أن حكم 51 سنة والعلماء اكتشفوا اسم الملك منقوش على جبل العوينات في الحدود القريبة من ليبيا والسودان معنى كده أن الملك منتحطه بالتاني وصل بجيشه لحد هناك؟ بالتأكيد وكل ده عمله عشان يرجع قوة كمت زي ما كانت قبل عصر الانتقال الأول بعد نهاية حكم الأسرة اللي 12 عاشت كمت فترة ضعف وكانت بداية ظهور الهكسوس اللي استخدموا العجلات الحربية وقدروا يسيطروا على أراضي في شمال كمت لسنين طويلة وكانت عاصمتهم أواريس أواريس دي في زمنا موجودة في منطقة صن الحجر في محافظة الشرقية ده غير إن المتمردين سيطروا على الجزء الجنوبي من كمت كده الجزء المستقل الوحيد في الفترة دي كانت طيبة بس ومنها بدأ الكفاح والمقاومة ضد الهكسوس في الأسرة السبعتاشر على أيدي الملك سقن راعي الأول والسقن راعي الثاني والملك كامس وبعدين يا سينو؟ لا 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 أنا مش هقول معلومة زيادة غير لما تاخدوني لزيادة المتحف المصري لا لا وبعد ما شفتوا حكاية النهاردة قلولي بقى إيه رأيكم فيها؟ حلوة جداً إنتوا عارفين إن الملك ابن محاة الثالث صاحب فكرة أقدم سد في التاريخ ليه الملك قرر يبني سد؟ عشان شعب كيمت يستفيد بمياه الفيضان في زراعة الأرض وحميتها من غرق ودلوقتي خلطت حكايتنا إستمنونة بحكاية جديدة معي أحياء وكنوز وسينو ورحلة سعيدة ترجمة نانسي قنقر